اشتركوا في القناة وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من حلقات كلمة في آية اليوخة الأحبة نلتقي اليوم مع آية جديدة وكلمة جديدة نبين معناها أما الآية فقوله سبحانه وتعالى والليل إذا سجع وهي الآية الثانية من سورة الضحى والكلمة التي نريد أن نبينها في هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى السجع وسجع هنا بمعنى غطة والمقصود بذلك أن الليل إذا ما جاء فإنه يغطي ضوء النهار هذا هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا سجع أي إن الله عز وجل يقسم بالليل الذي يدخل على النهار فيغطي ضوءه وبهذا القسم يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا عظيم خلقه وقدر هذا الخلق أيضا سجع قد يكون بمعنى سكن تقول سجى البحر أي هدأ وسكنت أمواجه وبهذا المعنى يكون معنى الآية والليل إذا سجى أي إذا سكن طيب كيف يسكن الليل أو ما هو المقصود بسكن الليل في هذه الآية المقصود بسكن الليل أن الليل هو محل سكون الناس من المعلوم أن الناس يسعون سعيهم في النهار وأن النهار هو ضوضاء بسبب سعي الناس وعملهم وأما الليل فهو سكون ففي هذه الحالة يكون القسم بأن الله سبحانه وتعالى يقسم بمقدرته على ترتيب الأشياء وتقديرها ووضع كل شيء في موضعه وهذا من باب الحكمة حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للعمل والسعي والكسب وهذا كله ضوضاء أما الليل فهو سكون للناس من أجل أن يجدوا لنفسهم متسعا للراحة والهدوء والسكينة وتجديد النشاط ليوم آخر أيها الأخوة الأحبة بهذا ينتهي لقائي معكم في هذه الحلقة وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وعونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته